هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف بصر بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الرياضيات الصف السابع الجزء الثاني الوحدة السادسة الدرس الثالث صفحة 53 الزوايا المتناظرة والزوايا المتبادلة والزوايا المتحالفة النتاجات تحدد قياسات زوايا متناظرة ومتبادلة ومتحالفة في رسوم هندسية باستخدام التبرير الرياضي رسم المعلم ثلاث أشكال لزوايا على السبورة وكلف الطلبة بتحديد العلاقة بين الزوايا في كل شكل فكانت إجاباتهم كما يأث الشكل الأول كان قطعة مستقيمة ومن إحدى النقاط شعاع فكانت الزاويتان المتشكلتان زاويتان متكاملتان حسب ما وصفهما خالد أما علاء فالشكل الذي أمامه كان شعاعين بينهما زاوية قائمة ومنهما انطلق شعاع آخر قسم الزاوية إذن هاتان الزاويتان المتشكلتان هما زاويتان متممتان عمر كان وضعه مختلف فالشكل الذي أمامه عبارة عن قطعتين مستقيمتين يقطعهما قطعة ثالثة فاتشكل الزوايا بين القطعة الأولى والثالثة وبين القطعة الثانية والثالثة فماذا نسمي هاتين الزاويتين؟ لمساعدة عمر في إيجاد العلاقة بين الزاويتين تأمل الشكل المجاور والذي هو عبارة عن قطعتان مستقيمتان وقطعة ثالثة تقطع القطعتين المستقيمتين فتتشكل نتيجة تقاطع المستقيم الأول والثالث أربع زوايا نسميها واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة واحد هي الزاوية في المستوى الأول تنين هي الزاوية في المستوى الثاني تلاتة هي الزاوية في المستوى الثالث وأربعة هي الزاوية في المستوى الرابع ونتيجة تقاطع المستقيم الثاني مع الثالث تكون زوايا خمسة، ستة، سبعة، تمانية خمسة في المستوى الأول، ستة في المستوى الثاني، سبعة في المستوى الثالث، تمانية في المستوى الرابع المستقيم سين، صاد قطع المستقيمين ألف با وجيم دال ونتج عن هذا التقاطع ثمن زوايا مختلفة تصنف هذه الزوايا في مجموعتين مختلفتين هما زوايا داخلية هي الزاوية التي تقع داخل المستقيمين وهي ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة وزوايا خارجية وهي الزوايا التي تقع خارج المستقيمين وهي واحد، اثنين، سبعة، تمانية ويمكن تصنيف هذه الزوايا إلى ثلاثة أنواع كما يأتي زوايا متناظرة، وهي أزواج من الزوايا، إحداها داخلية والأخرى خارجية، غير متجاورة، تقع على نفس الجهة للمستقيم القاطع مثال، أزواج الزوايا الملونة باللون الأزرق متناظرة رقمها واحد وخمسة و أزواج الزوايا الملونة باللون الأحمر متناظرة أربعة وتمانية هل يمكن تحديد أزواج أخرى؟ نعم تنين وستة، تلاتة وسبعة زوايا متبادلة الزوايا المتبادلة هي أزواج من الزوايا الداخلية غير المتجاورة تقع على جهتين مختلفتين للمستقيم القاطع مثال، أزواج الزوايا الملونة باللون الأخضر متبادلة والتي هي ثلاثة وخمسة أربعة وستة هل يمكن تحديد أزواج أخرى؟ لا، لا يمكن زوايا متحالفة الزوايا المتحالفة هي أزواج من الزوايا الداخلية غير المتجاورة تقع داخل نفس الجهة للمستقيم القاطع مثال، أزواج الزوايا الملونة باللون الأصفر متحالفة والتي هي أربعة وخمسة ثلاثة وستة مثال واحد صنف العلاقة بين أزواج الزوايا الآتية إلى تناظر وتبادل وتحالف مع ذكر السبب الشكل مستقيمان يقطعهما مستقيم ثالث الزوايا واحد، تنين، تلات، أربعة تشكلت من تقاطع المستقيم الثالث مع الأول زاوية واحد في المستوى الأول بجانبها زاوية اثنان مكملة الاثنان أربعة ومكملة الواحد ثلاثة ومن تقاطع المستقيم الثالث مع الثاني ظهر عننا خمسة وستة وسبعة وتمانية خمسة الزاوية الأولى في المستوى الأول مكملتها ستة ومكملة الستة سبعة ومكملة السبعة ثمانية الآن زاوية واحد وزاوية خمسة ما العلاقة بينهما؟ زاوية ثلاثة وزاوية ستة زاوية سبعة وزاوية أربعة زاوية تلاثة وزاوية خمسة الحل زاوية واحد وزاوية خمسة زاويتان متناظرتان لأنهما تقعان على نفس الجهة للمستقيم القاطع إحداهما داخلية والأخرى خارجية زاوية ثلاثة وزاوية ستة زاويتان متبادلتان لأنهما تقعان على جهتين مختلفتين للمستقيم القاطع زاوية سبعة وزاوية أربعة زاويتان متناظرتان لأنهما تقعان على نفس الجهة للمستقيم القاطع زاوية ثلاثة وزاوية خمسة زاويتان متحالفتان لأنهما تقعان على نفس الجهة للمستقيم القاطع وهما زاويتان داخليتان تدريب واحد عين الزاوية 2, 3, 4, 5 على الشكل المجاور معتمدا على العلاقة بين أزواج الزوايا فيما يأتي مستقيمين قطعهما مستقيم ثالث تشكلت زاوية واحد بين المستقيم الأول والثالث في المستوى الرابع واحد تناظر ثلاثة إذن أين تقع ثلاثة؟ زاوية ثلاثة تقع نتيجة تقاطع المستقيم الثاني مع المستقيم الأول في المستوى الرابع زاوية تنين تبادل واحد إذن تنين تقع نتيجة تقاطع المستقيم الثاني مع الثالث في المستوى الثاني أربعة تحالف زاوية تنين إذن زاوية أربعة تقع نتيجة تقاطع المستقيم الأول والثالث في المستوى الثالث أربعة تناظر خمسة إذن زاوية خمسة هي تقاطع المستقيم الثاني مع الثالث في المستوى الثالث نشاط مستعينا بالشكل الآتي إذا علمت أن المستقيم سين صاد يوازي المستقيم لام نون وكان هاواو قاطعا لهما أكمل الجدول التالي عند تقاطع سين صاد مع هاواو تشكلت أربع زوايا زاوية واحد في المستوى الأول اثنان في المستوى الثاني أربعة في المستوى الثالث ثلاثة في المستوى الرابع ونتيجة تقاطع هاواو مع لام نون تشكلت زاوية خمسة في المستوى الأول ستة في المستوى الثاني تمانية بالمستوى الثالث سبعة بالمستوى الرابع الزوايا واحد وخمسة العلاقة بينهما تناظر تلاتة وستة العلاقة بينهما تبادل تلاتة وخمسة العلاقة بينهما تحالف إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن أزواج الزوايا المتبادلة الناتجة عن هذا التقاطع متطابقة ومتساوية بالقياس أزواج الزوايا المتناظرة الناتجة عن هذا التقاطع متطابقة ومتساوية بالقياس مجموع قياس أزواج الزوايا المتحالفة الناتجة عن هذا التقاطع يساوي 180 مثال 2 إذا كان المستقيم ألف با يوازل مستقيم جيم دال وكان ها واو قاطعا لهما كما في الشكل جد قياس الزاوية صاد وقياس الزاوية سين وقياس الزاوية لام وقياس الزاوية يا سين تقع في المستوى الثالث نتيجة تقاطع ها واو ما با ألف صاد تقع في المستوى الثالث نتيجة تقاطع ها واو ما دال جيم يا تقع نتيجة تقاطع ها واو ما دال جيم في المستوى الثالث ولام تقع في المستوى الأول نتيجة تقاطع ها واو ما دال جيم نتيجة تقاطع ألف بع مع هاواو في المستوى الثاني نتجت زاوية قياسها 48 درجة الحل قياس الزاوية صاد يساوي 48 بالتبادل مع الزاوية 48 قياس الزاوية سين تساوي 48 بالتناظر مع صاد أو بالتقاول بالرأس مع الزاوية 48 قياس الزاوية لام تساوي 180 نائس 48 وتساوي 132 بالتحالف مع 48 قياس الزاوية يساوي 132 درجة بالتقابل مع رأس مع الزاوية لام تدريب تنين المستقيم ألف يوازي المستقيم با والمستقيم نون قاطعا لهما تشكلت الزاوية الداخلية واحد اثنين ثلاثة أربعة اثنين إلى اليمين واحد مكملة لها أربعة تناظر مع الواحد وثلاثة مكملة للأربعة بيّن نوع العلاقة بين تنين وأربعة زوايا متبادلة إذا كان قياس زاوية واحد خمسة وتسعين جد قياس زاوية تنين زاوية تنين تقع على نفس المستقيم مع زاوية واحد إذن هي متكاملة لها 180 ناقص 95 تساوي 85 قياس الزاوية أربعة يساوي أربعة حالفة مع واحد إذن 180 ناقص 95 تساوي 85 زاوية أربعة زاوية تلاتة مكملة لزاوية أربعة إذن 180 ناقص 85 وتساوي 95 أو زاوية تلاتة تساوي زاوية واحد بالتبادل فكر وناقش معتمدا على الشكل المجاور اكتشف الخطأ الذي تكبهوا علي وسليم وإيمان مستقيمان قطعوهما ثالث نتجة الزاويات الداخلية هاء نتيجة المستقيم الأول مع الثالث وصاد نتيجة المستقيم الأول مع الثالث المتممة لها ونون نتيجة المستقيم الثاني مع الثالث وسين المقابلة للرأس لنون كتب علي قياس الزاوية سين تساوي قياس الزاوية صاد لأنهما متناظرتان كتب سليم قياس الزاوية نون تساوي صاد لأنهما متبادلتان كتبت إيمان قياس الزاوية هاء زائد قياس الزاوية نون تساوي 180 لأنهما متحالفتان ناقش مع زملائك الأخطاء الوارد أعلى تكون هذه العبارات صحيحة إذا كان المستقيمان متوازيان وإلا فإنها لا تكون صحيحة تمارين ومسائل صفحة 59 معتمدا الشكل الآتي إذا علمت أن ميم نون توازي ها واو زاوية واحد هي الزاوية الخارجية لتقاطع ها واو مع المستقيم الثالث والزاوية التنين هي الزاوية الخارجية في المستوى الثاني لتقاطع ميم نون مع المستقيم الثالث زاوية تلاتة تقع في المستوى الثالث لتقاطع ميم نون مع المستقيم الثالث صنف العلاقة بين الزاويتين واحد وتنين واحد تساوي تنين بالتناظر با إذا كانت قياس الزاوية 3 يساوي 40 جدت قياس الزاوية 1 وقياس الزاوية 2 3 مكملة للزاوية 2 إذن قياس الزاوية 2 يساوي 180 ناقص 40 وتساوي 140 قياس الزاوية 1 تساوي قياس الزاوية 2 بالتناظر إذن قياس الزاوية 1 تساوي 140 سؤال تنين لدينا شكل قطعة مستقيمة هذه القطعة المستقيمة خرج منها شعاعان متوازيان الشعاع الأول بزاوية 34 والشعاع الثاني بزاوية سين وصل بين الشعاعين بقطعة مستقيمة فتشكلت بين هذه القطعة المستقيمة والشعاع الثاني زاوية 78 وبين القطعة هذه والشعاع الأول زاوية نون وبين القطعة والمستقيم زاوية واو أي أن زاوية 34 ونون وواو هي زاوية مستقيمة نجد قياس زاوية واو نون سين وبرر الإجابة سين تساوي 34 بالتناظر يتشكل عندنا مثلت مجموه زاوية 180 درجة إذن واو زاو زاوية سين زاوية 78 تساوي 180 واو تساوي 180 نائس 34 نائس 78 وتساوي 68 درجة نون واو واقعين على خط المستقيم إذن نون تساوي 180 ناقص 68 ناقص 34 وتساوي 78 أو ممكن أن نقول أن نون تساوي 78 بالتبادل سؤال ثلاثة يمثل الشكل الآتي متوازي أضلاع ألف با جيم دال إذا مد الضلع جيم دال إلى النقطة ه جد قياس الزاوية ألف با جيم مبررا إجابتك الزاوية ألف دال ه أعطت 110 لإيجاد الزاوية با فإننا نجد الزاوية المقابلة لها إذ أن كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متساويتين الزاوية المقابلة لها هي مكملة للزاوية 110 إذن 180 نائس 110 يساوي 70 إذن الزاوية ألف باجيم تساوي 70 درجة السؤال الرابع معتمدا الشكلين الآتيين جد قيمة سين الشكل الأول مستقيمان متوازيان وقطعهما مستقيم ثالث المستقيم الأول تقاطع مع المستقيم الثالث في المستوى الأول شكل زاوية 45 المستقيم الثاني مع المستقيم الثالث في المستوى الأول شكل زاوية سين زائد 25 زاوية 45 وزاوية سين زائد 25 زاويتان متناظرتان أي أنهما متساويتان فنقول 45 تساوي سين زائد 25 إذن سين تساوي 20 الشكل الثاني مستقيمان متوازيان قطعهما مستقيم ثالث المستقيم الثالث والأول شكلا زاوية في المستوى الرابع 2 سين والمستقيم الثالث والثاني شكلا زاوية 80 في المستوى الثاني جد قيمة سين 2 سين تساوي الزاوية 80 بالتبادل إذن سين تساوي أربعين السؤال الخامس في الشكل الآتي إذا كان المستقيمان لام وميم متوازيان جد قياس الزاوية سين وقياس الزاوية صاد الشكل أمامي مكون من شعاعين بينهما زاوية قائمة الشعاع الأول قطعه المستقيم لام والشعاع الثاني قطعه المستقيم ميم لام وميم متوازيان تقاطع لام مع الشعاع الأول تشكل منه زاويتان سين وصاد وهما مكملتان لبعضهما سين الزاوية الثانية في المستوى الثاني وصاد في المستوى الأول تقاطع ميم مع الشعاع الثاني كون الزاوية سين في المستوى الأول إذا مددنا الشعاع الأول مع المستقيم ميم فإنه يلتقي في نقطة فيتشكل لدينا مثلث زوايا المثلث زاوية قائمة والزاوية سين الناتجة من تقاطع الشعاع الثاني مع المستقيم ميم والزاوية التي تنتج من تقاطع الشعاع الأول امتداده مع ميم الزاوية الناتجة من امتداد الشعاع الأول مع ميم تساوي سين بالتبادل فالمثلث الناتج لدينا زواياه ستكون سين وسين وتسعين مجموع زوايا المثلث مية وتمانين إذن سين تساوي خمسة واربعين صاد مكملة للسين مية وتمانين ناقص خمسة واربعين تساوي مئة وخمسة وثلاثين سؤال ستة معتمدا الشكل الآتي إذا كان المستقيمان لام ونون متوازيان فسر لماذا قياس زاوية سين على قياس ساوية صاد يساوي واحد لام ونون مستقيمان متوازيان قطع مستقيم ثالث لام ونون فتشكلت الزاوية صاد نتيجة تقاطع هذا المستقيم مع لام في المستوى الثالث وتشكلت الزاوية سين في المستوى الأول نتيجة تقاطع هذا الشعاع مع المستقيم نون من نقطة تقاطع هذا الشعاع معنون رسمنا شعاعاً آخر قطعة لام فتشكلت الزاوية سين في المستوى الثالث قياس الزاوية سين على قياس الزاوية صاد يساوي واحد أي أن سين تساوي صاد سين تساوي صاد لأنها متساوية بالتبادل حيث أن لام ونون متوازيتين فإذن صاد تساوي سين